تمام عدت الفترة الناشئين وبعد كده روحت بقى للإحتراف سنتين على مقتازك تمام اه ايه اللي حصل في الفترة دي لان الفترة دي برضو فيها لبس للناس شوية سنتين الاحتراف انا يمكن استفدت منها كتير قوي بدانين اختلفت بدانين اختلفت هما في الفتنس هما تقل شوية يعني بتمرنوا بطريقة حنيفة شوية قدرت انا استفاد من الناس دي موضوع اختلف معا شوية جثمانين يمكن انا اختلفت شوية ساعدني الموضوع ده بعد كده انا اقدر بقى موجود بصورة اكبر كاختلاف حصل يعني بقى موجود بصورة اكبر في الموضوع تلعب دقيق اكتر فالحمد اللي يعني استفدت طبعا من السنتين طبعا السنتين دول كانوا بالنسبة لك استفادة كبيرة جدا واعتقد الطريقة اللي انت طلعت بيها خلت بعد كده ان كل الناشئين استفادوا من وجودهم في اعراض يعني احمد عبدالقادر جاي من بيعتبر اعارة اكرم توفيق هنتكلم عنه النهاردة برضو ان شاء الله يرجع بالسلامة برضو راح اعارة ورجع لعب احمد ياسر ريان عمار حمدي مجموعة كبيرة جدا شكري مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين اللي كانوا موجودين ناشئين اعتقد ان العارة فرقت معك كتير جدا يا احمد ده طبعا العارة فرقت معك بشكل كبير جدا طول ما انت بتاخد دقيق كتيرة في الملعب طول ما انت هتحس في فرق وانت حتى لو مش معنات القليل في الوقت اللي طبعا اللي انا كنت فيه موجود فيه انا راجع اه كان في الوقت ده يمكن الاحتاجات ما كتش لها بصورة كبيرة فكررت ان اطلع ووظهر للناس القدراتي والناس سعرف برضو يعني مين احمد عبدالقادر لان في الاول برضو الناس ما كتش عرف مين احمد عبدالقادر الحمد لله تلعت السنة دي ربنا ربنا كرمني فيها خدت عدد دايق اكبر وطبعا طول ما انت موجود بعدد ده اكبر ناس هتشوفك بشكل اكبر يعني فيها سعدتني جدا مزعلتش مدهيتش من انا في الاخر انا اطلعت برا النادي الاهلي لان دي عقلية مهمة جدا او دي جزئية من عقلية احمد عبدالقادر مهمة جدا لانه يعني واحد لو طلع من النادي الاهلي يطلع يزعل انا طلع عارة برضو لسه يعني موجود مع النادي وانا طلع عارة اطلع بس عشان عايز العب عدد دايق اكبر فبالتالي دي افادة ليا وفادة للنادي طبعا يعني انت اللي كنت عايز تطلع بشكل اكبر بتظهر طبعا للناس بشكل اكبر زي بقلت لحضرتك فطبعا انا اللي كنت طالب ان اطلع في العارة والحمد لله ربنا كرامني فيها الحمد لله اهم حاجة استفتتها خلالة دي الفترة تقولها للشباب اللي زيك اللي هم ناشئين بقى اللي موجودين دلوقتي اللي انت كنت فيهم من الايام زيهم بنصحهم طبعا لو لو يعني الفرصة تبع صعبة شوية حاول تطلع تاخد عدد دايق اكبر حاول تظهر الناس كدراتك وان شاء الله يعني ربنا يا با كريم وربنا يوفق الناس كلها يعني ان شاء الله لانه الموضوع كلهم الشباب دايما بيفكر عايز الموضوع اللي تبقى حاس ان هو أسرع شوية او الناس كلها كانت بتتكلم على ان انا كلاعب في النادي الاهلي فعايز افضل العب في النادي الاهلي طول عمره وده ما بيحصلش كتير يعني لا وطبعا اي حد نفسه انه ياخد الفرصة طبعا في النادي الاهلي على طول بس انا بتكلم في حالة لو الموضوع بقى صعب شوية اللي عارة طبعا افضل انك تطلع وتظهر للناس كدراتك وبعد كده انت كده كان موجود مع النادي يعني بس اللي عارة انت بتطلع تطلع في فترة موقعة وبترجع على النادي يعني بتشوف علاقتك بجمهور الاهلي ازاي يا احمد دلوقتي علاقة كويسة جدا طبعا لجمهور الاهلي بسندني بشكل غير طبيعي من قيم سموحة يمكن هو الدفع الدفع الاساسالية بعد الحمد لله الشغل وبتا هو الدفع الاساسالية طبعا بحاول على قد ما اقدر ان انا بزاهر بسرعة كويسة علشانهم طبعا فباشكرهم جدا بصراحة يعني على الدعم المتواصل ده وانا بفترة طولة جدا يعني ام سموحة بصراحة